انت بعيد شوية عن الاعلام بعيد شوية عن الانترفيوهات انا اظن ان ده اول انترفيو تعمله من عشرة سنين. اه تعريبا. في ناس عندهم وجهتين نظر. في حد يقول لك ايه لا انا مش عايز الناس تشوفني كتير مش عايز ازهر الناس دايما تجي لي السينما دي وجهة نظر. وجهة النظر التانية لا مش عايزين دوشة انا بمثل ودوري ان انا ممثل. علاقتك بالاعلام عاملة ازاي? الحاجة اللي حضرتك قلتها في الاول ان هو انا ممثل سينما وانا عايز الناس تجيلي ده موروث اديم ومتواجد يعني ما انتهاش بالعكس. وانا تعلمت ده شفته من الاستاذ احمد زاكي الله ارحمه وشفته من ربنا ديره طولة العمر يا رب الاستاذ عدل امام النجم الكبير. فانا شفت كده ان هو انت بتطلع تتكلم ليه? يعني تطلع تتكلم عن عمل. تطلع تتكلم عن وجهة نظر في فيلم. انما تطلع تتكلم تتكلم عن مال على بطال ده بياخد منك مهما كنت. لانك مش كل الناس تفهمك صح. ممكن ما تعرفش اتعبر. وفي نفس الوقت انت الميديا كتير قوي. والدنيا بقت زحمة قوي. فايه اللي حيميزك? يعني انا انا هلبس وانزلك ليه? طب ما انت عندي في في التلفزيون وعندي على الموبايل وعندي في البرامج وعندي وعندي وعندي. فاطلع اقول ايه? ما عنديش حاجة جديدة اقولها. لكن في كل فيلم بعمله مثلا في الافتتاح. لا باطلع اتكلم مع كل الصحافة وكل الاعلام. شفت كده? اه دقتين تلاتة اربعة دقائق. لاندي حاجة اتكلم عليها. انما انما حياتي انا انا رايح فين انا جاي منين. انا انا مش يعني ما تهميش حد. يعني انا بقى شايف كده يعني. انه انه همك انك تعمل لي فيلم كويس. تعمل لي مسلسل كويس تعمل لي اعلان كويس. انما تطلع تقول انا الصبح انا السنة باكل انا بزعل جدا لو مش اول حاجة. انا بفطر مش عارف ايه انا قاعد على البحر انا. دي حياتك انت حر فيها. مش لازم تشارك الناس كل حياتك. انا في رأيي ان ده مش صح. بيقول لك يا شلوق الفانز والمعجبين. عايزين يعرفوا احمد عز بيعمل ايه? بيعيش ازاي? صحابه مين? اه يا اخي الفانزات بتوعك ليهم عليك حقه. يعني. مهم ما لو شلوق شفوا عشت هيزهوا. والله يبدو. انا اقول لك انا انا عايش ازاي? عايشت زهر. ازهل. اقول لي افيدي. يعني انا لو ما عندش شغل. انا عندي انا ما بحبش صهر. فابحب باسحى بدري اروح اتمرن. ارجع. اتفرج على فلمين انام. او عندي اتنين اصحابي. اتنين تل pirates اصحابي. بس. ده كربونا. ده اللي انا بقول حالتك بس؟ روتين. اه كربون. عندي اتنين ثلاثة اصحابي من واحنة صغيرين من واحنة في المدرسة. هم دول هم د اللي معي من وحنا صغرين يكملين معي. نسافر نقعد عندي في البيت. قعد عندهم في البيت. ده دي حياتي. ما عنديش حاجة اللي هو يعني. جاهز الصورة اللي انت بترسمها في الافلام. يحس ان احمد حس بقى عايش حياة. لا الحمد لله عايش حياة كويسة جدا الحمد لله. والف الحمد والف شكر ربنا يعني. لا اصر مليانة اثارة مش مش من البيت للستوديو ومن الستوديو للبيت. خالص وبعدين كل شوية انت وانت بتشتغل وانت بتمر في حياتك وانت بتكبر في حياتك. الاولويات عندي مختلفة. يعني انا اولوياتي وكل اللي انا بطلبه من ربنا النجاح. انا اديني نجاح اكتر. يعني ده يهمني اكتر بكتير من ان انا يبقى عندي فلوس. ان انا يبقى عندي مش عارف ايه. لا ان انا سافر ان انا اروح. لا اديني نجاح. ده 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 يساعدني. ده اللي بيملاني من جهو. ده بيحسيت ان انا عملت حاجة. ان انا نجح. الحاجات التانية بقى ان انا اسافر او مش عارف ايه كلام دا كل ما اشتري حاجات. طبعا يعني انا انا بحب العربيات جدا مثلا. اه. 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 ده اللي هو بتاعتني. اه. ده الهوس. ده الهوس. ان انا سافر في وقت الاجهزات. غير كده انا بحب الشغل جدا. يعني يعني دايما كان عندي مشكلة ان انا بعمل فيلم واحد للسنة زمان. دلوقتي انا ممكن اعمل فيلمين واخش. وعمل مصرحية. اه ومصرحية. حالة النجاح دي هي هي يعني انا بحس ان انا برا الشغل ان انا اه. انا فين? مش احبط. اه. اه. لو انا ما مشتغلش. اه. بحس ان انا بلا هوية كده. بحس ان انا فاضي. فاضي. مش مرتبط. زهق. زهق.